في إنجليا حنسح 13 لما الرب يسوع غسل أرجل التلاميذ قال لهم فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا يبقى المسيح لما تمم كل بير بتاعة المعمودية حكتين البر دا تحسب لينا وصار كمان نموذج عشان كده لما غسل أرجل قال برضو أنتم تعملوا كده ويقول معلمنا بطرس في رسالته الأولى لأنكم لهذا دعيتم في إن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته عايزين نمشي وراء خطوات المسيح هو عمل البر لينا لكن مش معناه إن إحنا هنقعد بقى كده ما نشتركش في بره عمل زي إيه هنيجي كمان شوية نصوم الصيام الكبير نقعد طول الصيام نقول يسوع المسيح صام عنا عنا يعني بدلنا يعني إحنا ما نصومش لا نصوم معاه زي بالظبط لما نقول المسيح صلب عنا معنا كده إن إحنا ما نتعمتش لا بنشترك معاه في الصليف المعمودية يبه هو شال العبء الأكبر واعطانا أن نشترك معاه فنتبع خطواته الذي لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه مكر يبقى نتعلم منه الذي الشتم لم يكن يجتم عوضا أوع حد يجتمك تجتمه حد يتهمك بالباطل تعطي دفع عن نفسك وإذا تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعادل من النموذك بتاعنا كبرنا عارف الكبير بتاعنا المسيح فعلا تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص عشان نمشي في نفس السكة بتاعته هو عمل البر نيابة عنا ودعانا أن نشترك معاه فيه بره ولا تفتخر لو عملت كل البر تقول إحنا عبيد بطلين طب ما نعملش لا نعمل عشان نشترك معاه فيه بره وعايز أختم بالنص الجميل اللي أنتو حافظينه قد قلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم طول ما أنت واقف في صفوف المسيح مش صفوف الشيطان فأنت منتصر بالمسيح سيبه هو اللي بيحارب بس أنت خليك وراه إمتى تتغلب لو خرجت من خارج صفوف المسيح وافتكروا هذه العبارة اللي قالوها الأباء كل ما عمله المسيح بالجسد كان من أجلنا منشكر إلهنا الصالح أنه قبل المعمودية عشان خطرنا أنه فتح السماء لنا أنه قبل الروح القدس عشان يفتح لنا الباب نقبله أنه سمع صوت الآب هذا هو ابن الحبيب عشان نسمع نفس الصوت يوم معموديتنا أنه عمل البر عشان يورثنا هذا البر أنه صار كبير البشر بدل آدم عشان يبقى حاجة مشرفة وفخر لنا أن احنا نمشي وراه أنه انتصر على الشيطان وعلى الخطيئة وعلى الموت وعلى الفساد عشان النصرة دي تبقى لصالحنا إحنا ورصدنا إحنا نشكر إحنا الصالح لإحنا المجد الدائم إلى الأبد أمين